مختلف الأنشطة التي شهدها القطاع الرياضي قد لهذا الأسبوع تصدرتها زيارة رئيس وزراء الحكومة الانتقالي صالح كبزابو لهذا المجمع الرياضي الذي جاء ليترجم التعاون القائم بين شات والصين في مختلف المجالات لاسيما المجال الرياضي حيث قدمته دولة الصين الشعبية كهدية منها لشات وسيسهمه بلا شك في تطوير القطاع الرياضي مجمع منجف الرياضي بني في مساحة 33 ألف متر مربع ويعود تاريخ وطي هجر أساسه إلى العام 2019 وزيارة رئيس الوزراء سمحت له بالتعرف من ناحية على سير العمل ومدى تقدم المشروع ومن ناحية أخرى جاء ليطلق رسميا المرخلة الثانية من المشروع التي ترتكز على أنشطة التطوير من حيث الديكور والعمال المعدنية والمسارات والمنشعة التقنية الأخرى وأن هذا المجمع الذي يضم في مائته أربع ملائب للكرة السلة وكرة الطائرة والجد ومساحة للسباق يعد أحد المشاريع التي تعزز التعاون الشادي الصيني وأن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي أشاد فيها بتقدم المشروع تمكن من خلالها أيضا من معرفة تقدم العمل حيث وصلت نسبة تنفيزه 45% وإلى جانب زيارة رئيس بزراء الحكومة الانتقالية صالح كيبزابو إلى هذا المجمع الذي من المتوقع إكمال العمل فيه في ديسمبر عام 2025 فإن هذا الأسبوع شهد العديد من الأنشطة الرياضية من بينها دورة تدريبية لمدربي المستوى الأول لألعاب القوى التي قامت بتنظيمها اللجنة الأولمبية الرياضية الشادية واستفاد منها 24 مدربا لمدة أشرة أيام تمكن المشاركين فيها من الهصول على خبرات تمكنهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية المغبلة وقد أشرف على فآليات حفل الاقتتاب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية باني غاتا أنغولو الذي أشاد بهذه الدورة